طيب تمام أنا مش عارف ليش الريكورد ما عم بيطلع معايا يعني الريكورد بعطيني معطل فإذا في حدا ممكن يعمل دكتور دقيقة بس هنا جديد بندور أحد يعمل الريكورد طيب تمام دكتور من الفريق الأكاديمي بيقدر يعمل الريكورد مين هو؟ أي هم مشاعري موجود ليدر الفريق الأكاديمي بيعمل الريكورد بيقدر يعمل طيب تمام بسم الله هرا دكتور بس هنا فاتح الكاميرا ممكن عشان فاتح الكاميرا معبوص بس هنا دكتور خلاص أنا رح أعمل الريكورد المحاضر لا هاي اللي سكرت الكاميرا ولسه طيب تمام بما لو أيها بيقدر معناتهم تمام بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله رح نبدأ مع بعض موضوع جديد مختلف عن الموضوع اللي أخدتوه مع الدكتورة سورا مختلف عن الـ Autonomic Nervous System مختلف عن المواضيع اللي أخدناها مع بعض عن الـ Antihistamines والـ Non-steroidal anti-inflammatory drugs في السابق يعني أول مادة اللي أخدتوها مع الدكتورة سورا هي drugs that affect the Autonomic Nervous System علشان تفهموا الأدوية أنتوا بحاجة إنكم اتراجعوا الفيسيولوجي والباث الفيسيولوجي of the human أوكي بشكل أساسي بعدين رح تفهموا الأدوية كيف الأدوية بتشتغل على الـ human body إحنا هلا رح نبدأ موضوع جديد هو الـ Antimicrobial agents أو الموضوع الأكبر العام أكثر هو كيموثيرابيتيك أجنس كيموثيرابيتيك أجنس كيموثيرابيتيك أجنس المقصود فيها هي المواد الكيميائية التي تستخدم في قتل الخلايا أوكي بشكل عام هذه معاته كيموثيرابيتيك أجنس الكيموثيرابيتيك أجنس لما بنسمحها نفكر هي معناته باللغة العربية هي العلاج الكيماوي فأول شيء بخطر في بالنا هم الـ Anti-Cancer Drugs الأدوية التي تستخدم في علاج السرطان كثير مننا لما نتفرج على بالتلفزيون لما نسمع من الناس مريضين بالكانسر بالسرطان فبيحكوا أنه هذا المريض بده يتعالج من خلال استخدام العلاج الكيماوي فكلمة العلاج الكيماوي الكيموثيرابيتيك is commonly بشكل شائع تستخدم للأدوية التي تعالج مرض السرطان لكن الحقيقة أنه الكيموثيرابيتيك الأدوية اللي هي العلاج الكيماوي يطلق على الأدوية المضادة للسرطان وأيضا الأدوية المضادة للمايكرو أورغانيزمز السؤالة هنا مايكرو أورغانيزمز الشو هم المايكرو أورغانيزمز المايكرو أورغانيزمز هي معنا عبر على مخلوقات صغيرة جدا لهذا أسمي بالمايكرو أورغانيزمز طيب هدول المايكرو أورغانزمز شو مسوين معنا؟ شو علاقتهم معنا؟ هدول المايكرو أورغانزمز عايشين معنا عايشين حوالينا عايشين في كل مكان ممكن يخطر في بارنا هدول المايكرو أورغانزمز معظمهم عايشين معنا علاقة علاقة friendly يعني ما بيأذونا بالعكس كثير منهم بيساعدونا بيساعدونا سواء في التربة بيساعدونا لما بيكونوا داخل الأمعاء تبعتنا بيساعدونا في خضم الحليب مثلا مثل بكتيريا سمها الاكتوباسيلاي بيساعدونا على أنه يمنعوا البكتيريا والفطريات المتطفلة أنهم يأثروا علينا ويعملونا أمراض لكن لكن في بعض الأمراض التي تصيب الإنسان هذه الأمراض بسبب هجوم المايكرو أورغانزمز على أجسامنا فالمايكرو أورغانزمز لما بتعمل انفيجن واتاك على أجسامنا بتعمل إشي اسمه انفيكشن بتعمل إشي اسمه انفيكشن فالسؤال ها هنا what is the infection انفيكشن is an inflammation caused by micro-organism انفيكشن هو عبارة عن التهاب لكن هذا الالتهاب سببه المايكرو أورغانزم فبالتالي بخطر في بعنا هل ممكن يكون الالتهاب سببه غير المايكرو أورغانزم الجواب نعم مثلا واحد موجود كقاعد في المطبخ او واحد موجود في محل بتعرض لمواد كيميائية واجت مادة كيميائية حارقة على إيده فهي المادة الحارقة رح تؤدي ل inflammation التهاب لكن هذا الالتهاب بهاي الحالة ليس بسبب المايكرو أورغانزم فبهاي الحالة بيحكي انه this inflammation is caused by irritant compound لكن في حالة الانفكشن كلمة انفكشن كلمة دقيقة وتعني is an inflammation caused by مايكرو أورغانزم كثير من الأمراض اللي تعرضت لها البشرية وأدت إلى الموت كثير من البشر وأيضا كثير من الأمراض الإنسان بتعرض لها بشكل مستمر ومن أكثر الأمراض اللي بتعرض لها الإنسان هي الانفكشنز أتوقع كل سنة سنويا معظمنا بمرض بسبب الالتهاب الرئوي وهذا الالتهاب الرئوي بيكون سببه إما بكتيريا أو فيروسات أو ممكن فطريات الأمر ه выбيروسات والبكتريات البيروسات أوOL الفيروسات والفطريات والبكتريات هدول كلياتهم نوع من أنواع الميكرو أورغانزمز فالمايكرو أورغانزمز قد تشمل البكتيريا تشمل الفيروسات تشمل الفطريات وأيضا تشمل الباراسايتس الباراسايتس هدول ممكن يكونوا غزاء غزاء بهاجموا أجسامنا فلما بهاجدوا أجسامنا بيعملوننا انفكشن وأتوقع أنه معظمكم ما نسي الجائحة كورونا اللي تعرضنا لها في عام 2019 واستمرت لحد 2022 هاي الجائحة كان سببها فيروس وهذا الفيروس كان بيعمل انفكشن أو كان بيعمل بولموناري انفكشن الآن لما الشخص بتعرض لانفكشن هذا الشخص نحتاج أن نعالجه باستخدام الدواء فمين اللي رح ياخد الدواء اللي رح يبلع الدواء أو إحنا كأطباء لما نصرف الدواء رح نصرف الدواء لمريض هذا المريض رح ياخد الدواء إما على شكل كابسولات إما على شكل تابلت أو على شكل سسبنشن يعني ممكن ياخدها أورالي أو ممكن ياخدها بارينترالي على شكل إبر على شكل إبر هلأ المريض اللي هو البني آدم هو اللي رح يتناول الدواء الدواء رح يدخل على جسم مين؟ على جسم الإنسان الدواء قدامه تحدي هذا الدواء الدواء لما بدخل وبصير له absorption امتصاص وبعدين بطلع على الدم ومن الدم رح يصل له distribution فمن بعد عملية distribution الدواء رح يوصل للتارجت تبعه إيش هو التارجت تبع الأدوية اللي هي المضادة للماكرو أورغانيزم؟ هاي الأدوية التارجت تبعتها هي عبارة عن بروتينات أو عبارة عن سكريات أو عبارة عن دهنيات موجودة وين؟ هل هي موجودة في جسم الإنسان أم في جسم المايكرو أورغانيزم؟ الجواب هو أنه هذه الأدوية المضادة للمايكرو أورغانيزم التارجت تبعتها عبارة عن بايوميليك بايومولوكيولر أو بايو كيميكال مولوكيولز موجودة داخل الأجسام الغزاء يعني مثلا أنا وصبت بإنفكشن أو بكتيريا الإنفكشن وصبت أنا بالتهاب وهذا الالتهاب كان بكتيري وهذا الالتهاب البكتيري سبب لي بولمولاري بكتيريا الإنفكشن يعني التهاب موجود في الرئة فأنا لما بروح باخد حبة الدواء الكابسولة أنا اللي رح أخذها أنا اللي رح أبلعها بعد ما بلعها هاي حبة الدواء رح تروح لجي آي تراكت بعد في خلال عملية في خلال الجي آي تراكت هذا الدواء رح يصل له أبسوربشن رح ينتقل للدم وبعدين من الدم رح يصل له ديستريبيوشن رح يتوزع في جسمي هذا الدواء التحدي إنه لازم يوصل لرئة يزن ليش؟ لإنه رئة يزن تحتوي على الغزاء اللي هم البكتيريا اللي أدوا أو اللي سببوا البكتيريا في رئة يزن فلما يوصلوا لهناك التحدي هو كالتالي إنه هذا الدواء يتفاعل مع تارجت موجود في البكتيريا وما يتفاعل مع تارجت موجود في جسم الإنسان وهي في هاي الحالة في جسم يزن لماذا؟ الدواء لما بتفاعل مع تارجت موجود في البكتيريا هذا الدواء سوف يؤدي إلى القضاء على البكتيريا وإذا تمت القضاء على البكتيريا فبهاي الحالة رح نؤدي إلى القضاء على السبب الذي أدى إلى الالتهاب إلى الانفكشن فبالتالي إحنا بنعالج الانفكشن من خلال إنه إحنا بنقتل البكتيريا أو المايكرو أورغانيزم اللي سببت الانفكشن بينما الدواء إذا تفاعل مع تارجت أو إذا تفاعل مع بروتين موجود في جسم يزن معناته رح يعطي رسبونس في جسم يزن وهذا الرسبونس في هاي الحالة ليس ثرابيوتك رسبونس بهاي الحالة بيكون توكسيك أو أنوانتد سايد افكت يعني لو هاي حبت الدواء راحت على رئة يزن وهناك تفاعلت مع تارجت موجود داخل البكتيريا هذا الانترآكشن بين الدراج و التارجت إنسايد بكتيريا سوف يؤدي إلى موت البكتيريا فبالتالي رح يؤدي إلى تخلص من البكتيريا فهذا سوف يؤدي إلى التخلص من سبب الالتهاب وهو البكتيريا أما إذا هذا الدواء تفاعل مع بروتين موجود مثلا في عيني رح وصل لعيني وتفاعل مع بروتين موجود في عيني أنا كمريض رح أبدأ أشعر في غباش في عيني و رح أبدأ أشعر في قلة رؤية أو في مشكلة في الرؤية داخل العين فبالتالي بنحكي أن هذا الدواء صحيح أنه قضى على البكتيريا و قضى على الالتهاب البكتيري لكن هذا الدواء له مضاعفات لأنه تفاعل مع تارجت موجود في عيني يزل فأدى إلى فهنا بنطلع بكونكلوجين أن الدواء الانتي ميكروبيان ايجنت هذا الدواء لازم يكون سيليكتف وهذا هي أول كونكلوجين أول استنتاج بنطلع منه بهاي المحاضرة أن الدواء لازم يكون سيليكتف انتقائي وهنا السيليكتيفتي المقصودة بها أن الدواء لازم يكون بتفاعل مع تارجت موجود داخل المايكرو أورجانزم وأيضا في المقابل أنه ما يتفاعل مع تارجت موجود داخل الهوست داخل الهوست الهوست اللي هم إحنا المايكرو أورجانزم نعتبرهم انفيدرز إحنا الهوست فالدواء لازم ما يتفاعل مع تارجت موجود داخل جسمي أنا الهوست لأنه لو تفاعل مع تارجت موجود داخل جسمي رح يؤدي إلى unwanted side effects لكن أنا بدي هذا anti-microbial agent أنه يتفاعل مع تارجت موجودة بالmicro-organism لأنه تفاعل الدواء مع تارجت موجودة داخل الميكرو-organism سيؤدي إلى القضاء على الميكرو-organisms فبالتالي أول استنتاج بها المحاضرة أنه الـ antimicrobial agent should be selective وهي selectivity is very important كل ما كان الدواء selective يعني بتفاعل مع تارجت موجودة داخل الميكرو-organisms وما بتفاعل مع تارجت موجودة داخل الهوست إحنا إجسامنا هذا معناته هذا الدواء آمن آمن إلنا هذا الدواء يؤدي إلى القضاء على الميكرو-organism لكن في نفس الوقت هذا الدواء ما بيسبب لي أنا كهيومان ما بيسبب لي الـ unwanted side effects تمام ففي قاعدة كل ما كان الدواء selective كل ما كان سيفر كل ما كان أأمن إلنا إحنا البشر في هاي في الرسمة اللي قبالنا هاي هاي الرسمة اللي قبالنا بتحكي عن الكائنات الميكرو-organism وكيف هي بتشبهنا إحنا كبني آدمين فبهي السلايد القدامنا في عنا هاي على اليمين بني آدم بعدين في عنا الإشي على خلينا نحكي على شمالنا إحنا أو على يمين البني آدم هذا باراسايت الطفليات ثم فانجاي هي الفطريات ثم البكتيريا ثم الفيروس الفيروسات بدنا شوي نتركها خلينا نشوف من البكتيريا فانجاي للباراسايت كل ما تجهنا في هذا السهم من الشمال إلى اليمين بتكون الميكرو-organisms أو بيكون هدول الغزاء الامبيترز بيكونوا بيشبهوا خلايانا أكثر بيشبهوا خلايانا فمثلا البكتيريا السيلز إز بروكاريوتك يعني خلية الخلية البكتيرية هي خلية بروكاريوتك بينما الفانجاي والباراسايت يوكاريوتك يعني الخلية نفسها يوكاريوتك يوكاريوتك من خلال معلوماتنا في السابق في البيولوجي أن يوكاريوتك سن أنه تحتوي على نواة حقيقية وإحنا كهيومان خلايانا يوكاريوتك إيش معنى هذا الكلام معنى أنه الخلايا تبعة الفطريات بتشبهنا إحنا تشبه خلايانا أكثر من الخلايا البكتيرية طب هذا إيش على إيش التطبيقات على هذا الموضوع التطبيقات هي كالتالي إنه لو دخل دواء داخل جسمي ولو أنا كنت مصاب ببكتيريا الانفكشن بكتيريا الانفكشن يعني الموجود داخل جسمي هي بكتيريا فالدواء لما بدخل داخل جسمي الدواء لما أنا باخد كمريض باخد هذا الدواء الدواء أسهل إنه يفرق أسهل إنه يكون سيلكتف يعني يفرق بين البكتيريا ويفرق بين الهوست سيلز ويفرق بين البكتيريال سيلز والهيومان سيلز ليش؟ لأن البكتيريال سيلز تختلف كثيراً عن الهيومان سيلز فبالتالي لأنها بتختلف فبالتالي هذا سهل تحقيق الغاية اللي هي السيلكتفيت فبالتالي الأنتي بكتيريا للدرقس بشكل عام أي بشكل عام هم آمنين على أجسامنا يعني إحنا لما بناخد الأنتي بكتيريا للدرقس تبعته مش كتير عالي لماذا؟ لأنه الأنتي بكتيريا للدرقس جينيرالي لما بدخلوا على جسمي بقدروا يميزوا تاركتس موجودة في بكتيريا وهذا التاركتس اللي موجودة في البكتيريا مش موجودة داخل خلايا تبعتي أنا أوكي بينما إذا أنا أصبت بفنقل أو باراسيتك انفكشن باراسيتك يعني من الطفايليات نحن ندرسها إن شاء الله بآخر الفصل الفنقل سيلز بتشبه خلايانا أكثر فبالتالي الدواء اللي بدخل داخل جسمي أنا كهيومان بيكون أصعب إنه يميز أو أصعب على إنه يلاقي تاركتس موجود بالفنقل سيلز ومش موجود في الخلايا تبعتي أو حتى الدواء لما يلاقي تاركتس موجود داخل الخلية الفطرية هذا التاركت أيضا بيشبه تاركتس موجود داخل الهيومان سيلز فبالتالي الدواء رح يتفاعل مع الفنقل تاركت أو تفاعل مع تاركت موجود داخل الخلية الفطرية ورح يؤدي إلى موت الفطريات وأيضا رح يتفاعل الدواء مع تاركت موجود داخل الهيومان سيلز وهذا سوف يؤدي إلى الانوانت سايد افكتس فأنت كطبيب رح تلاحظ كالتالي أنت لما بيجيك مريض عنده فنقل انفكشن وبيجيك مريض آخر عنده بكتيريا الانفكشن المريض اللي رح تعطي الأدوية المضادة للفطريات رح يشتكي من مضاعفات وآثار جانبية أكثر من المريض اللي بياخد أدوية مضادة للبكتيريا لماذا؟ لأن الأدوية المضادة للفطريات كلما كانت الخلية اللي هاجمتنا بتشبه خلايانا إحنا كهيومن سيلز بيكون أصعب على الدواء إنه يميز بين الميكروبيا والهيومن سيل فبالتالي السيلكتيبيتي بتقل فبالتالي التوكسيسيتي للدواء سميت الدواء على الهيومن بادي رح تزداد وهي المشكلة أيضاً لما ننتقل للباراسيتك انفيكشن الباراسايت لما نحكي عنهم إن شاء الله الباراسايت زي الديدان مثلاً الديدان إلها عضلات وإلها أعصاب وإحنا كهيومن عنا أعصاب وعنا عضلات فبالتالي رح نلاحظ إن الدواء بيضرب الديدان وفي نفس الوقت بيضرب الجهاز العصبي وممكن يضرب الجهاز العضلي تبعنا لحد ما لإنه التارجت الموجودة في الباراسايت تشبه التارجت الموجودة في الهيومن سيلز فبالتالي بنطلع بقاعدة موجودة تحت يعني كل ما كانت الخلايا للإنفيدرز للغزاء من المايكرو أرغانيزم تشبه خلايا إحنا الهيومن فبهاي الحالة بيكون الدواء لسليكتب لسليكتب يعني مش قادر كتير يميز بين تارجتس موجودة داخل الخلايا المايكرو أرغانيزم وداخل الخلايا دائما موجودة في الهيومن سيلز فبالتالي رح يتفاعل مع البوث سيلز انفيدر سيلز اند هوس سيلز فهذا يؤدي لأنه كل الدواء فعال على المايكرو أرغانيزم لكن في المقابل هذا الدواء له مور انوانتد سايد افكت تمام انت ان شاء الله كطبيب أو طبيب في المستقبل لما بيجيك مريض عنده مايكروبيا إنفكشن لما بيكون عنده مايكروبيا إنفكشن لما تيجي بدك تصرف له أو تيجي بدك توصف له أحسن انت كطبيب تعمل بريسكريبشن يو بريسكرايب دراجز انت لما تيجي توصف له أنتي مايكروبيا لأجنز رح تلاحظ انو في عندك خيارات كثيرة من الأنتي مايكروبيا فرح تلاحظ انو في عندك في مستودع الأدوية أو في الصيدلية يلي في المستشفى أكثر من خمسين دواء من الأنتي مايكروبيا لدراجز عندك أكثر من خمسين دواء من الأنتي مايكروبيا لدراجز فأنت بتحكي أي دواء من هدول الخمسين دواء اللي رح أوصفه لهذا المريض اللي عنده مايكروبيا الانفكشن فالسؤال اللي بخطر في بالك هل هذا الانفكشن اللي عنده هذا المريض الإيجاني هل هو بكتيريال انفكشن هل هو فيرال انفكشن هل هو فانجل انفكشن هل هو باراستيك انفكشن لأنه انت عندك في المستشفى في صدرية المستشفى في عندك من الخمسين دواء ثلاثين دواء انتي بكتيريال خمس أدوية او سبع أدوية انتي فنجل عندك خمس أدوية انتي فيرال وما تبقهما انتي باراستيك دراغز فأنت لما بتعرف انه هذا المريض عنده بكتيريال اينفكشن اوكي لما بتعرف انه هذا المريض عنده بكتيريال ساعدتها بهاي الحالة أنت الحيرة تبعتك في اختيار أو في وصف الدواء المناسب للمريض بتقل بدل ما أنك كنت تفكر بخمسين دواء منهم أنتي باكتيريال أنتي فانجل أنتي باراستيك أنتي بايرال لما بتعف أنه عنده باكتيريال انفكشن بهذه الحالة راح تستثني أنتي بايرال أنتي فانجل أنتي باراستيك دراجس ورح تصير تركز على اختيار دواء من الثلاثين دواء اللي هم أنتي باكتيريال دراجس فعشان هيك أول قائدة في اختيار اللي هو مناسب هو معنات التعرف على المايكرو أورغانزم اللي هو السبب بالميكروبيا الإنفكشن طيب هلأ بتحكي لي كيف نعمل identification كيف نعمل identification في طرق في أحد الطرق من خلال الدياغنوسيز لما إن شاء الله لما تتخصصوا أحيانا من السبيوتام نفسه لما بيكون المريض عنده بولموناري انفكشن ويكون السبيوتام تبعه طالع وإذا كان لونه أسود السبيوتام أوكي ممكن تحكي لي مدخل وممكن يكون أغلب الظن يكون كمان فونجل انفكشن لأن الفطريات لونها مايلة على السوات فممكن السبيوتام اللي هو السبيوتام البلغم أو خلينا نحكي المخاطم موجود في الجهاز الرئوي إذا كان مايل على السوات فأغلب الظن إنه وخاصة إذا ما كان مدخن فممكن يكون عنده فنجل انفكشن وفي طرق أخرى إن شاء الله في كطبيب راح تتعلمها إلى حد ما راح تتعلم إلى حد ما إلى حد ما ممكن يتميز من خلال السيمتوم ممكن تبين إذا كان هذا الإنفكشن بكتيريا والأدق من هيك إنك ترسل عينة عينة ترسل البيولوجيكال سامبل تاخد بيولوجيكال سامبل من المريض ممكن تاخد منه سبيوتام ممكن تاخد منه يورين إذا كان فيه عنده المريض بيشتكي من يوريني تراكت إنفكشن ممكن تاخد منه عينة بول أو إذا إجاك مريض عنده سيتيسيميا يعني التهاب مايكروبي بالدم فممكن تاخد الدم وتوديها على المختبر وهناك بالمختبر بعملوها عملية زراعة وخلال عملية الزراعة هاي الزراعة هم بالمختبر رح يرسلو لك تقرير هذا التقرير فيه identification of the microorganism وحصير يحكو لك هذا الميكروورجانزم هل هو بكتيريا؟ هل هو فطر؟ هل هو باراسايتس؟ أوكي؟ وكمان بصير يحدد لك هل إذا كان هو بكتيريا؟ هل هاد البكتيريا هل هو جرام بوزيتف؟ هل هو جرام نيجاتف؟ هل هو ميكوبكتيريا اللي بتسبب السل؟ فالidentification of microorganism is very important when you identify the microorganism it means that you can prescribe the proper antimicrobial agent to the proper microbial infection غير لما بيجي غير لما أنت تكون طبيب مش عارف شو نوع الإنفكشن مش عارف شو نوع الميكروبيا الإنفكشن هل هو بكتيريا؟ هل هو فيرال؟ هل هو فانجل؟ فأنت بهذه الحالة بتتصرف كيف الواحد اللي بيكون بغرفة ظلمة وعم بيمشي فيها وفكأنه أعمى فبتخبط يمين وشمال فهذا هو الأصح أنه to identify the microorganism طيب هل هذا كافي؟ فيه قدامكم إن شاء الله تكون واضحة أنا عادتاً كل سنة بغلط نفس الغلطة أني هاي قصة حقيقية بس الغلطة لي أنا بغلطها أني ما بوضح الصور فبكتش بداماً ببعطي المحاضرة هاي قصة حقيقية صارت هون في الأردن لمريضين هذول المريضين كانوا يشتكوا من urinary tract infection urinary tract infection التهاب في البول التهاب في المسالك البولية عفوا urinary tract infection ورحوا عند الطبي المريض الأول خلينا نحكي اللي هو A خلينا نحكي هذا المريض اللي هون على اليمين أوكي بشتكي من urinary tract infection راح الطبيب وصف له دوة اسمه cyprofluxacin هذا الدوة اسمه cyprofluxacin رح ندرس عنه إن شاء الله فيما بعد يمكن إن شاء الله خلال اسبوع القادم وهذا الدوة من خلال مبارستكم ومن خلال تدريبكم في المستشفى إن شاء الله في المستقبل راح تشوفوا إنه هذا من أكثر الأدوية اللي راح توصفوه للمرضى اللي بيعانوا من التهابات في المسالك البولية اسمه الدوة اسمه cyprofluxacin هلأ خلال هاي المحاضرة والمحاضرة الجاية والبعديها أسماء الأدبية اللي بحكيها أنتم مش مطالبين فيها لما بحكي لكم هلأ راح نبدأ نحفظ أسماء أدبية ساعتها لازم نحفظ نبدأ نحفظ أسماء الأدبية لكن هلأ بس بحكي لكم الأمثلة فقط عشان نفهم المبدأ البرينسبلز أوف دا أنتي مايكروبيان ايجنز ففي دوة اسمه cyprofluxacin هذا cyprofluxacin من الأدوية الشائعة وصفها لمرضى اللي بيشتكوا من التهابات بكتيرية في المسالك البولية فإجد الطبيب صرف للمريض A نحكي A نسمي A يعني غير تذكر أسماء يعني حقيقية صرف له دوة اسمه cyprofluxacin وإجاده مريض ثاني هذا المريض الثاني بيشتكي من نفس الأعراض أعراض يرينا ريتراكت انفكشن اللي هي التهاب في المسالك البولية اللي هي عبارة عن حرقة في البول وألم أثناء التبول وتقطع في التبول وألم ممكن يضرب في الظهر ويضرب الخصاوي يعني الخصية من وراء فهذه كلها تأعراض الالتهاب البول وقد إذا كانت سيفير عالية العراض يرينا ريتراكت انفكشن ممكن يصير عندي المريض فيبر يعني ارتفاع في الحرارة فإجا مريض آخر وكان بيشتكي من نفس الأعراض اللي بيشتكي منها المريض الأولاني فالطبيب حكاه انت عندك أعراض اللي بيشتكي من نفسه وأغلب الظن هيك الأطباء بيشتغلون إحنا عنا وفي معظم العالم مش بس إحنا عنا في الأردن بيشتغلوا على نظرية الاحتمالات أغلب الظن أغلب الظن يا مريض أنه عندك بكتيريا الانفكشن فأغلب الظن أنه هذا البكتيريا الانفكشن it can be affected by syprofluxacin فأعطى للمريض الأول syprofluxacin وأعطى للمريض الثاني syprofluxacin هذا الدواء السيprofluxacin مدة علاجه عشر تيام وقد تمتد إلى 12 أو 14 يوم حسب الguيدلاينز فلنحكي عشر تيام بعد عشر تيام المريض إيجا للطبيب الوجع عنده زايد من كتر الوجع مش عارف يمشي وجاي عم بتخانق مع الطبيب ويمكن عم بيسب عليه المريض بي إيجا للطبيب زاره وجبله بوكي ورد وجبله شوكولاتة وعزمه على عرس ابن عمه من كتر ما هو فرحان عليه وحكاله يا سلام عليك شو إنك مبدع شي غريب يعني المريضين عندهم يوريناري تراكت انفكشن نفس المريضين عندهم يوريناري تراكت انفكشن هذا المريض استجاب لا الدواء السيبروفلوكسسين والمريض الثاني أعفو المريض الأول ما استجاب للسيبروفلوكسسين والمريض الثاني استجاب للسيبروفلوكسسين ففيه احتلاف الاستجابة غريب مع أنهم عندهم نفس المرض بنيجي نحكي لهذا الطبيب أنت ما عملت ادينتيفيكيشن انت يا طبيب ما عملت ادينتيفيكيشن فعشان هيك انت أعطيت الدواء بشكل عشوائي فاحتمال انه في بين المريض الأولاني والمريض الثاني أخذ الطبيب عينة بول من المريض الأول والمريض الثاني رح ودها على المختبر وطلعوا نفس البكتيريا اللي هي إشيليشا كولاي إشيليشا كولاي هي عبارة عن إجرام نيجاتيف بكتيريا إشيليشا كولاي هي عبارة عن إجرام نيجاتيف بكتيريا وأتوقع أن عندكم شوية معلومات لما نحكي إجرام نيجاتيف بكتيريا إجرام نيجاتيف بكتيريا هي البكتيريا التي لا تصبغ بصبغة جرام وذلك لأنها تحتوي على في الأوتر ميمبرين فهذا بيجعل أنها جرام نيكتف بكتيريا والجرام نيكتف بكتيريا أصعب أصعب علاجها خذوها قاعدة علاجها أصعب من الجرام بوزيتف بكتيريا بسبب وجود اللايبوبوليساكرايد اللايبوبوليساكرايد هذا حماية للجرام نيكتف بكتيريا من الأدوية في الوسط الطبي لما نعرف أن المريض انصاب بجرام نيكتف بكتيريا نعرف أنه علاجه بالأدوية بيكون أصعب من الجرام بوزيتف بكتيريا ومرة أخرى السبب بسبب وجود اللايبوبوليساكرايد بالأوتر ميمبرين التي هي حماية للبكتيريا وتمنع من دخول الأدوية يعني وين نرجع لمثالنا إنه المريض A والمريض B هم الاثنين طلع عندهم إشيليشة كولاي موجودة وين في اليورين فبيجي الطبيب بيحكي والله إنتوا المشفهمانين هيني سويت identification زي ما حكتولي وطلع عند المريضين مريض A ومريض B هم الاثنين عندهم إشيليشة كولاي طب إيش معنى المريض A ما استجاب والمريض B ما استجاب نحكي له في شغلة تانية identification of microorganism لحالها ما بتكفي في إشي تاني لازم تعمله شو الإشي التاني إنك تحدد هل المايكرو أورغانزم resistant ولا susceptible أيوة في هون العرب القاعد في قاعدة أساسية في علاج أو في اختيار anti-microbial agents هي تحديد susceptibility شو معنى susceptibility susceptibility إنه هل المايكرو أورغانزم اللي سبب الـ infection عند المريض هل هو سالسبتبل يعني بستجيب للدواء بيموت من الدواء بنقتل من الدواء ولا resistant resistant يعني بيقاوم الدواء يعني بدنا نستنتج استنتاج آخر من هاي المحاضرة إنه مش كل الإشيليشة كولاي الموجودة في العالم كلهم زي بعض مش كل الـ strains of إشيليشة كولاي الموجودة في العالم كلهم زي بعض لا فيه إنه إشيليشة كولاي susceptible to the drugs وفيه إنه إشيليشة كولاي resistant to the drugs resistance يعني بتقاوم رح نحكي عن المقاوم إن شاء الله كيف إنه المايكرو أورغانزمز بتقاوم إن شاء الله بالمحاضرة الجايب هلأ كلبة إنه البكتيريا أو المايكرو أورغانزم مقاومة معناته إنه أنت كطبيب بتوصف الدواء وبضلك توصف الدواء في أعلى دوز ولأطول فترة ممكنة والبكتيريا ما عم بتموت ولسه أعراض تبعتها الـ infectious أو أعراض الـ infection لسه تظاهرها على المريض معناته إنه الدواء ما عم بيأثر على المايكرو أورغانزم فبهاي الحالة بيحكي إنه المايكرو أورغانزم is resistant لما بنحكي إنه المايكرو أورغانزم معناته أنا لما بوصف الدواء للمريض هذا الدواء يعمل على القضاء على المايكرو أورغانزم فبالتالي أعراض الالتهاب تخف على المريض تمام طب هاي شغلة كيف ممكن نعرفها؟ مرة أخرى بنرسل العينة على المختبر فالمختبر هو بيجيب لنا تقرير فأنت كطبيب رح يجيك تقرير لما أنت بترسل الـ biological sample إلى المختبر فأنت بتحدد شغلتين بتحكي للمختبر يا مختبر حدد لي يعمل لي identification of the microorganism وبعد هيك مش كافي لا بدي كمان تحدد لي susceptibility susceptibility شو معناته إنه يا مختبر حدد لي إيش هم الـ antimicrobial drugs يلي ممكن إنهم يشتغلوا ممكن إنهم يأثروا على الميكرو أورغانزم اللي سبب الـ infection عند هذا المريض وأيضا يا مختبر طلع لي تقرير احكي لي فيه إيش هم الأدوية إن لو أنا صرفتهم للمريض هدول الأدوية مش رح مش رح يشتغلوا أو مش رح يكون لهم response أو بالأحرى هدول الأدوية رح يكون لهم مقاومة من الميكرو أورغانزم يجي المختبر كالتالي رح بياخد عينة البول هاي عينة البول بعد ما طلع منها الإشليشة كولاي بيروح بزراحها إذا بدي حبت حالة تتخيلوا بيروح بزراحها بـ plate صفيحة هاي صفيحة تحتوي على فتحات كل فتحة تحتوي على different antimicrobial agents يعني كل فتحة بيكون فيها دواء مختلف الآن الميكرو أورغانزم بيروح على كل فتحة أوكي بعد يوم إذا الميكرو أورغانزم قدري ينمو ويتكاثر وعدده يكتر بالفتحة اللي فيها الدواء معناته إنه الدواء ما أثر على الميكرو أورغانزم معناته الدواء ما منع الـ growth of the micro-organism فبهاي الحالة نستنتج إنه الميكرو أورغانزم is resistant بقاوم الدواء أوكي لكن في الفتحة اللي حطينا فيها اللي زرعنا فيها الميكرو أورغانزم اللي زرعنا فيها البكتيريا وتالي يوم البكتيريا ما نمت معناته اللي منع نمو البكتيريا هو الدواء فبالتالي هذا الدواء يؤثر على هذه البكتيريا فبالتالي هذه البكتيريا susceptible يعني لو أنا وصفت الدواء لهذا المريض لو هذا الدواء وصل للـ site of infection مثل لو وصل للصدر وهذا المريض أو لو هذا الدواء وصل للـ urinary tract في حالة هذا المريض لو وصل للـ urinary tract فبهذا الدواء معناته رح يمنع من نمو البكتيريا وسوف يؤدي إلى القضاء على البكتيريا فأنت كطبيب مستقبلي إن شاء الله لما تعطي order تحكي يا مختبر هيعينة بول طلع لي وطلع لي تقرير عن الـ susceptibility test الـ susceptibility يعني رح يجيك هيك تقرير زي هيك مريض اسمه أحمد هذا المريض اسمه أحمد عنده urinary tract infection مثلا وفي عنده الـ identification عبارة عن إشريشة كلاي فبطلع لك هيك columns column list هاي list من الأدوية فيه هون sensitive وفيه هون list أخرى resistant شو معنى sensitive or resistance معناته إنه الـ microorganism is sensitive لهاي الأدوية يعني يا طبيب لو وصفت هاي الأدوية لهذا المريض هدول الأدوية رح يقضوا على الإشريشة كلاي لكن يا طبيب دير بالك هدول الأدوية they are resistance كيف أو إنه هدول الأدوية من ضمن الـ column العمود تبع الـ resistance شو معناته معناته مقاوم لهاي الأدوية يعني يا طبيب إياك ثم إياك أن تصف أو أن توصف you should not prescribe these drugs لازم ما توصف هاي الأدوية عندك لو وصفت هاي الأدوية حتى لو وصلت للـ urinary tract of the patient هاي الأدوية مش راح مش راح تأثر مش راح تأثر على الإشليشة كولاي لأن الإشليشة الكولاي هاي resistance أنت كطبيب أول ما يجيك هاي التقرير شو بتختار وين بتحط عينك تحط عينك على هاي الأدوية تختار واحد من هاي الأدوية وهاي الأدوية بتكنسلها نرجع لموضوع المريضين مريض A ومريض B هذا المريض ما استجاب للسيبروفلوكسسين ورجع يتخانق مع الطبيب والمريض B اللي استجاب للسيبروفلوكسسين ورجع وبارك للطبيب وعطاء الورد والشوكولاتة هون لما بعد ما طلعت التقريرين لاحظنا أنه السيبروفلوكسسين للمريض الأولاني هذا هو معلشة والخط الصغير السيبروفلوكسسين كان من ضمن قائمة الريسستان معناته الطبيب هون وقع في الفخ أنه وصف دواء من غير ما يعرف هل هذا الدواء مناسب أو هذا الدواء قادر أنه يقتل الماكرو أورغانزم اللي سبب اليورينا ريتراكت انفكشن أم لا ما كان عارف هو وصرفه على قاعدة الاحتمالات أنه هذا المريض عنده يورينا ريتراكت انفكشن أغلب اليورينا ريتراكت انفكشن الموجودة في البلد سببها بكتيريا وهي الإشليشة كولاي على فكرة لمعلوماتكم فهو افترط أن الإشليشة كولاي أوكي هاي شغلة يعني إلى حد ما صحيحة لكنها بدلها افتراط لأنه ممكن تكون اليورينا ريتراكت انفكشن كوز باي اذر بكتيريا او كوز باي اذر مايكرو ارغانيزم زي الكانديدا مثلا اللي هي الفطريات المريض الثاني اللي اجا واعطها للطبيب الورد والشوكولاتة اللي اخذ السيبروفلوكساسين السيبروفلوكساسين موجود هون هون موجود سيبروفلوكساسين من ضمن القائمة اللي هي السينسيتف عشان هيك المريض الثاني استجاب لأنه الطبيب بزبط اطمعه اعطاه السيبروفلوكساسين ومنحس ان الحظ ان السيبروفلوكساسين عنده القدرة انه يشتغل ضد الاشيليشا كولاي في هذا المريض يعني او الاشيليشا كولاي اللي موجود اللي سببت اليوريني تراكت انفكشن للمريض التاني ما كانت بالعكس كانت السيبروفلوكساسين يعني الكونكولوجن انه الشيليشا كولاي عن الشيليشا كولاي تختلف فيه الشيليشا كولاي سينسيتف وفيه الشيليشا كولاي ريسيستنس مين اللي بيحدد هل الإشريشة مين اللي بيحدد ومين اللي بيعرفلنا إحنا كأطباء هل المايكرو أورغانزم هاي sensitive or resistance المختبر فالمختبر هو اللي بيحدد عشان هيك أتوقع أنكم أنتو عم تدرسوا مختبر المايكرو بيولوجي وهناك بتتعرفوا على الطرق اللي كيف تعرفوا هل الدراجز أو الـ antimicrobial agents هل هي sensitive or resistance أو أن المايكرو أورغانزم هل هو sensitive or resistance to the antimicrobial drugs شكلكم لسه ما درستوها أولا بتوقع أنكم راح تدرسوها لا دكتور بس ما أخذنا لاب أخذناها بس تيوري الصيف أوكي أنتو كأطباء مش كتير أوكي أنتو مش كتير مهم تعرف التكنيك أوكي لكن أهم شي لما أنت كطبيب إن شاء الله طبيب مستقبري لما بيجيك هذا التقرير هذا التقرير تعرف كيف توصف الدواء المناسب لهذا المريض طيب هلأ في شغلة هون في شيء بالعلاج طريقة العلاج أنت كطبيب في عندك أكثر من طريقة في العلاج أو في أكثر من طريقة لاختيار في طريقتين أساسيتين في علاج الإنفكشنز إشي اسمه إمبرك ثيرابي وإشي اسمه ديفينيتيف ديفينيتيف أو أوكي ديفينيتيف وبأكثر ديفينيتيف ثيرابي إمبرك ثيرابي وديفينيتيف ثيرابي أوكي الثالثة هي البروفيلاكتك ثيرابي رح أحكي عنها فيما بعد مش كتير مهمة يعني هي بايولوجيك بس خلينا أميز بين الإنفكشنز والإنفكشنز الإنفكشنز 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 شو الإنفكشنز 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 إنه زي ما أنتو بتشوفوا بمعظم المستشفيات إنه الطبيب يوصف الانتي مايكروبي الاجent without without من غير identification of microorganism وهذا بتشوفوا معظمنا لما مرض هو صغير أو هلأ لما مرضنا منروح على العيادة بتشوف الطبيب بيحكي لو أفتحت أمك آه بدخل الخشبة آه أوكي تمام عندك بلغم ما عندك بلغم أوكي بعدين بروح بصفل الدواء ما ما عمل identification of the microorganism وما عمل susceptibility test أوكي هاي الطريقة اسمها empiric therapy empiric therapy is prescribing of the antimicrobial agent without identification of microorganism طب انت يا طبيب على أي اساس بتوصف الانتي مايكروبي الاجent بحكي لكم الطبيب إنه بيوصف بناء على نظرية الاحتمالات أي نظرية أي شو هي نظرية الاحتمالات بحكي لكم في دراسة عملت في الأردن بحكي لكم إنه the most common cause الأكثر احتمال إنه يسبب the urinary tract infection الالتهاب المسالك البولي هي الإشليشا كولاي أوكي تمام فالطبيب بيفترض إنه معظم اللي بيجو على العيادة وعندهم التهاب في المجاري البولية it is caused by باكتيريا وهذه البكتيريا هي إشليشا كولاي طيب تمام وأيضا بحكي لكم إنه جرت دراسة مسحية في الأردن دراسة واسعة في الأردن وجدوا إنه السيبروفلوكساسين هذا الدواء دواء اسمه سيبروفلوكساسين فعال جدا ضد الإشليشا كولاي ومن أفضل الأدوية للقضاء على الإشليشا كولاي فبالتالي الطبيب يفترض كالتالي إذا إجاء مريض عنده urinary tract infection رح يفترض إنه هذا المريض عنده إشليشا كولاي وهاي الإشليشا كولاي إز كوزت باي إز سينستيف سينستيف لمين لسيبروفلوكساسين فرح يصف له سيبروفلوكساسين أوكي هلأ إنتوا حتحكوا هاي الطريقة مش صحيحة نعم هاي الطريقة مش دقيقة إن نروح لأ الطريقة الأخرى اللي هي في العلاج أو في اختيار الانتي ميكروبيا هي ديفينيتيف ثيرابي من الإسم جاي من كلمة ديفين ديفين يعني تعريف ديفينيتيف ثيرابي اللي هو is prescription of anti-microbial agents after بعد after identification of the microorganism أوكي إن هو أنا بعطي الدواء أو بوصف the anti-microbial agents بعد ما أحدد نوع microorganism طيب هلأ إنتم بتسأل سؤال حالكم ليش ما أنا دائما أتبع definitive therapy اللي هو أدق السؤال هنا كالتالي أحيانا أنا كطبيب أضطر لل empiric therapy إمت افرضوا يجاكم مريض في حالة الطوارئ يجاكم مريض في حالة الطوارئ أوكي عنده التهاب بكتيري حاد جدا لدرجة إنه هذا الالتهاب البكتيري أدى لفقدان الوعي وممكن يؤدي لموته وال condition السبير إذا إنتك طبيب اخترت إنك تروح لل definitive therapy وتركت المريض وهو عم بعاني وروح لل definitive therapy فيه مشكلة إنه لما تحصل على التقرير تحتاج من ساعات إلى أيام نحكي إلى أيام هل من العقلانية يا طبيب إنك تستنى على المريض اللي بعاني لمدة أيام من غير علاج حتى تطلع حتى تطلع لك نتيجة التقرير اللي هو الidentification and the susceptibility test of the microorganism against the antimicrobial agents بهاي الحالة لما أنت كطبيب بدك قرار سريع بتضطر تروح وين لل empiric therapy فهو الأصح إنه إمتى أنا كطبيب أروح لل empiric therapy أنا كطبيب بروح لل empiric therapy لما بيكون بدي قرار سريع فبروح لل empiric therapy فبقر empiric therapy بشتغل عنظة الاحتمالات آه إجاني مريض عنده مثلا التهاب الرئة إحنا حاليا إحنا حاليا في عندنا جائحة مثلا نفرض جائحة سببها بكتيريا اسمها streptococcus pneumonia فأنا بدي أفترض إنه هذا المريض عنده streptococcus pneumonia streptococcus pneumonia is gram positive bacteria فرح أوصف دواء هذا الدواء لازم يشتغل على أو يكون بيقضي على streptococcus pneumonia تمام هاي empiric therapy حلو وبحكي لكم كمان ال guidelines استنى اعطي للمريض أو اشتغل على empiric therapy ومش معناته إنه أنه أنهيت العلاج لأ خد منه عينه مثلا هو بيشتكي من pulmonary infection بلش معاه ب empiric therapy عشان أنت كطبيب بدك يكون عندك الآن بدك قرار سريع فأنت قرر إنك تبدأ معاه بال empiric therapy وصف له antimicrobial agents حسب نظرية الاحتمالات وفي نفس الوقت خد منه عينة إذا كان عنده pulmonary infection خد منه sputum وديها على المختبر سوي لها زراعة واستنى عليها أيام لحتى تطلع لك النتيجة أنت هيك ما بتكون تركت المريض من غير علاج أنت بتكون بلشت معه بال empiric therapy وبال empiric therapy أنت سويت اللي عليك أنت عم تشتغل على نظرية الاحتمالات لحتى لما تطلع لك النتيجة لما تطلع لك النتيجة فسعدت ممكن تحول للإمكان لإمكان لإمكان التحول التغير الانتيجة إذا حسيت إنك اللي صرفته في البداية ما كان منيح أو ممكن توصف دواء ثاني الانتيجة يكون أقوى على هذا المايكرو أرغانيزم اللي سبب الانفكشن تمام فهذا الفرق بين الامبرك ثيرابي وبين وانت كطبيب تلجأ للامبرك ثيرابي فالأصل الأصل إنك تلجأ له في حالات إنك بدك قرار سريع إحنا هون عندنا وفي كثير من العالم المعظم زي ما راح تشوف إنه المعظم للبراكتيسين للامبرك ثيرابي لعدة عوامل من ضمنها قلة الإمكانيات في المختبرات هاي أحد الأسباب فبالتالي إنه الطبيب بيلجأ للامبرك ثيرابي لإنه ما في تست خليني نحكي رخيص ومتداول والكل بيقدر يعمل الـ مع أنه حاليا فيما يعادل 15 دينار لكن في كثير من المرضى بيحكولك إحنا مش قادرين ندفعه وكثير من التأمينات ما بيضغطي هذا التست آخر شي أريد أن أحكي بها المحاضرة وانهيها اللي هي الـ 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 في الميديكال تيرمونولوجي هي الحماية حماية أوكي شو معنى حماية حماية إنه معناته إنه بيجيني مريض ما عنده مايكروبيا إنفكشن هو ما عنده مايكروبيا إنفكشن أهم إشي لنعرف بالبروفيلاكتك إنه أول إشي بيجيني مريض ما عنده ليس ليس مصابا بإنفكشن لكن لكي أحميه من البكتيريا الإنفكشن أو لكي أحميه من المايكروبيا الإنفكشن فقد أضطر إلى وصف عمله بريسكريبشن أو كيف يعني أنا بيجيني مريض ما عنده بكتيريا الإنفكشن أو ما عندي مايكروبيا الإنفكشن لكن أنا علشان أحمي رح أوصف له أنتي مايكروبيا الإنفكشن أكبر أو أسهل مثال عليه في العمليات أنت كطبيب إذا تخصصت كجراح أوكي جراح أو أنت كطبيب حابب تعمل عمليات جراحية بيجيك المريض المريض مثلا بدك تعمله عملية بالركبة أوكي بالركبة يعني عملية خاصة بالعظام أنت كطبيب مختص بالعظام وجراحة العظام بدك تعمل عملية بالركبة تمام لما أنت بدك تفتح جواد جسمه رح تكشف جسمه هلأ بيجيك المريض ما عنده بكتيريا الإنفكشن لكن أثناء العملية العملية بما أنك أنت بتسبب جرح وهذا الجرح ممكن يكون عميق وأنت كطبيب بتخاف أنه هذا الجرح يجي يتعرض لبكتيريا لأنه خاصة أنه البكتيريا أول والفطريات والفطريات موجودة في كل مكان حولنا وحتى المستشفى مهما كان معقما بالعكس المستشفى مهما كان معقما ومهما كان غرفة العمليات معقمة لكن فيه معلومة أتوقع عنكم درستوها أنه أكثر الماكرو أورغانيزمز الشارسة والمقاومة للأدوية عاشة في المستشفى هاي مشكلة فأنت كطبيب لما بتروح تعمل جرح للمريض فبتخاف أنه المريض ينصاب بإنفكشن هذي الإنفكشن من المستشفى ويسمى نوزوكوميا الإنفكشن نوزوكوميا الإنفكشن هو إنفكشن أصيب به المريض داخل المستشفى طيب أنت كجراح كيف بدك تحمي المريض هذي المريض اللي أنت عملت له العملية ما كان بشتكي من إنفكشن فأنت بتروح شو بتوصف له مضاد حيوي Antibacterial Drugs أو Antifungal Drugs هذا الدواء يقي هذا المريض من احتمالية حدوث إنفكشن مستقبلي فهذا اسمه البروفيلاكتك ثيرابي أيضا مثال آخر لو أنت كطبيب اضطريت إنك تعالج أو تتعامل مع مريض بشتكي من بشتكي من مرض الأيدز مرض الأيدز هو مرض المناعة المكتسبة نقص المناعة المكتسبة مريض إجاك عنده نقص بالمناعة المكتسبة وإنت اضطريت إنك كطبيب تحطه في المستشفى وحطيته في غرفة خاصة لكن إنت خايف عليه من إنه هذا المريض يصاب بإنفكشن لماذا؟ لإنه هذا المريض ما عنده مناعة طب أنا كطبيب علشان أحميه علشان أحميه هو المريض هالحاليا ما عنده إنفكشن ما بيشتكي من إنفكشن لكن علشان أحميه مضطر أنا إني أوصف له أنتي مايكروبيا الإيجنز هذا الأنتي مايكروبيا الإيجنز يكون بجسم المريض المصاب بمرض الأيدز بحيث إنه لو إجت له أي بكتيريا أو أي فنجاي دخلت داخل جسمه يكون داخل جسمه مادة كيميا هي هي الدواء تعمل على القضاء على البكتيريا وعلى الفطريات التي ممكن إنها تعمل التهاب لهذا المريض فهذا هو اسمه بروفيلاكتك ثيرابي فالبروفيلاكتك مريض لا يشتكي حاليا من مايكروبيا الإنفكشن لكن أنا بوصف له أنتي مايكروبيا إيجنز لحمايته في المستقبل من أي مايكروبيا الإنفكشن ولازم نميز بين الديفينيتيف ثيرابي والإمبريك ثيرابي هلأ في شغلة هون الوايد سبكترم والنرو سبكترم إن شاء الله بالمحاضرة جاي رح نحكي عنها إن شاء الله شو معنى نرو سبكترم أنتي ميكروبيا شو معنى برودي سبكترم أنتي ميكروبيا ومين أفضل إني أستخدم بالإمبريك ثيرابي هل النارو ولا البرود سبكترم ومين أفضل إني أستخدم في الديفينيتيف ثيرابي هل النارو سبكترم برودي سبكترم ومين أفضل إني أستخدم في البروفيلاكتك ثيرابي هل البرودي سبكترام أم البرودي سبكترام هيك بكون أنا أنهيتي المحاضرة في أي سؤال دكتور أنا عندي سؤال في مجال أسألة السرية أكيد أكيد سوبر هلأ لو وصفنا دواء بس ما نفع المريض وأخذه هلأ بيأثر عليه سلبا يعني ولا عادل نعم هلأ الشغلة اللي إحنا كمان ننسينا نحكيها إذا إحنا وصفنا دواء هذا الدواء ما في دواء عبارة عن مي ما في دواء عبارة عن مي يعني اللي بفوت ويطلع بسلام للأسف الدواء إذا دخل على الجسم المريض وإذا ما قضى على البكتيريا حتى الأنتي بكتيريا للدراجز مع أن السيلكتيفتي تبعتها عالية إلا إنها قد تؤثر على أجسامنا وش كيف تؤثر على أجسامنا فيها أكثر من طريق ممكن تؤثر على الكيلة شوي على الكبد ممكن إنها نحكي عنها بالمحاضرة الجاي إنها تكتل البكتيريا النافعة داخل أجسامنا وهذا أكثر شي بيخوف إنه كثرة استخدام الأنتي مايكروبيال إيجنس بتكتل البكتيريا النافعة وزي ما حكينا بأول المحاضرة إنه في بكتيريا حوالينا عايشة معنا وفي علاقة بيننا وبينها علاقة صداقة يعني هي بتفيدنا وإحنا منفيدها إحنا بجلدنا في بكتيريا بشعرنا في بكتيريا بلسانة في بكتيريا بس هدول ما عم بيسببونا أمراض هدول عايشين معنا عم بتغدوا على الأشياء الموجودة علينا وفي نفس الوقت عم بيحمونا من خلينا نحكي من الباثوجينك مايكرو أورغانيزمز إنهم يهاجمونا فاستخدام الأنتي مايكروبيال إيجنس هو ليس آمن يعني it's not absolutely safe فجوابا على سؤالك أنت كطبيبة لما بتكوني أعطيتي الدواء وهذا الدواء المايكرو أورغانيزم كان resistent ضده فأنت بهذه الحالة غلطت غلطة تاني الغلطة الأولى إن المريض ما استفاد والغلطة التانية إنه ما استفاد من الدواء وهذا الدواء إلى unwanted side effects حتى لو كانت بسيطة فأنت بالتالي ما نفعت المريض بل أذيت المريض كاني جاوبتك على سؤالك آآ آآ تكتر ونفس الإشي بالبروفيلاكتك صح صحي آآ تمام هالبروفيلاكتك خليه للمحاضرة الجاي لما نحكي عن النارو سبكترم والبرود سبكترم أوكي فإذا نفس الإشي في البروفيلاكتك إذا عطيتي الدواء هذا الدواء ما كان بيغطي أكبر عدد ممكن من الميكرو أورغانيوم وأصيب ببكتيريا بهاي الحالة أنت ما بتكوني حماية المريض وبنفس الوقت هذا الدواء العطاتية أدى لمضاعفات للمريض عشان هيك دكتور بالبروفيلاكتك إحنا نوصف البرود ما نوصف النارو صحيح إحنا نغطلنا أكبر عدد من الفكتيريا ممكن يدخل صحيح لما المحاضرة الجاي بس بنا نعرف عشان تعمل فائدة على الجميع شو معنى برود سبكترم شو معنى نارو سبكترم أنا قبل بالميكرو المصطباحات فهمين يعني أنه إني أنا فكرة عن نور طيب ممتاز ممتاز والتكرار بيعلم الشطار يعني محاضرة الجاي بأولها رح أعيدها ويعني أساس اللي ما كان نفاهمها عشان نرجع نفاهمها مرة تانية واللي ناسيها يرجع يتذكرها فبهاي الحالة يعني وبعدين رح نحكي عن التطبيقات تبعتهم إمتى بنستخدم البرود سبكترم إمتى بنستخدم النارو سبكترم ومين أحسن نستخدم يعني ليش ما على طول دائما نوصف البرود سبكترم ليش أحيانا ليش الأفضل بالعكس أنه نوصف النارو سبكترم إن شاء الله هاي الأسئلة كلها رح نجاوبها المحاضرة الجاي دكتور تفاضلي بدي أسألك بدي أسألك بدي أسألك بدي أسألك بدي أسألك هسا هسا نعم ما فهمت إحنا دائما نعطيها بطريقة الام بفرك والإفنتيب دائما نعطيهم دائما البولمونري إنفكشن لا 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 تمام هلأ البولمونري إنفكشن هو عبارة عن التهاب مايكروبي وكلمة بولمونري بولمونري معناة رئة فأنا كنت عم بحكي بشكل عام عن عن هيك مثال إلا الانفكشن ممكن يكون سكن انفكشن ممكن يكون انفكشن بالسنترال نيرفل سيستم زي المنينجايتس فأنا لما كنت بحكي مثال حكيت بولمونري انفكشن وكأنه مثال انه التهاب موجود في الجهاز الرئوي فهذا كان المقصود فيه هل هذا هو سؤالك يعني شو معناته البولمونري انفكشن بس لازم نعطينا كيوت صح نعطي ثنتين كيوت بس أمنا ما يكون عادي قزك قزيك نمر مراح هلأ تمام هلأ الفرق بين ديفينتف ثيرابي والإمبرك ثيرابي الإمبرك ثيرابي أوكي الإمبرك ثيرابي إنه انت كطبيبة بتوصف الدواء من غير ما بتعرف بالضبط شو نوع المايكرو أورغانيزم اللي سبب الإمفكشن أوكي فانت بهاي الحالة هذا هو الإمبرك ثيرابي انت امت بتلدي إلى الإمبرك ثيرابي لما بيكون بدك تتخذ قرار سريع يعني انت لازم توصف دواء لهذا المريض وإلا ممكن ترك المريض من غير علاج ممكن يؤدي لمضاعفات كبيرة فانت بتبدي بإمبرك ثيرابي وفي نفس الوقت بتاخذ منه عينة وهاي العينة مثلا إذا كان عنده بولمونري انفكشن بتاخذ منه عينة من السبيوتم خلينا نحكي السبيوتم تزيل البلغم وبترسليها للمختبر وهناك بيحددولك شو نوع المايكرو أرغانيزم وبحددولك شو هم الأنتي مايكروبيل اللي هما اللي هما سينسيتف ورسيستان فبعدين بعد ثلاثة أيام أوكي ممكن ممكن إنك تحول إلى ديفنتف ثيرابي يعني إنك تغيري الأنتي مايكروبيل أجنس أوكي غيري ما أنتي مايكروبيل أجنس أفتر يو ايدنتفاي مايكرو أرغانيزم كيف جوابتك على سؤالك جوابني إنه بعدين بعدين عند منتخذ إذا 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 ردينا حددنا الدواء الدواء ثانية ونضلع نفس الدواء صح نعم 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 بس يعني رح أشوف المحاضرة الجاي الأغلب إنه منحول على دواء تاني ورحناها في السبب ليش منحول على دواء تاني دكتور فضل الأنتي تعتبر من ضمن الأنتي مايكروبيل نعم 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 تعتبر من ضمن من ضمن الأنتي مايكروبيل الاجينس نعم تمام شكرا لاني هلا الله يس بدي أسألك إشي شوي ريليتد المايكروبيولوجي أكتور أه توضر إذا أنا كنت بعرف بعرف الجواب رح أجابك إن شاء هلو كان في عندنا نفس نفس البكتيريا إلها نفس الجينس ونفس السترين يعني هي تماما ايدنتي هلو ممكن مثلا واحدة تكون سلسابتابليتي يعني عندها تزبط بالدواء واحدة تانية ما عندها واحدة مثلا رزيستنز أكثر من واحدة تانية ولا يعني ما بفرق ولا يعني إذا كانت نفس النوع ونفس كل إشي إنه خلاص هي بتكون إلها نفس السلسابتابليتي والرزيستنز طب أوكي جوابا على سؤالك إذا كانت نفس الميكرو أرغانيزمز مثلا ستريبتو كوكس نومونيا لا يعني إنه كل الستريبتو كوكس نومونيا هي they are they are sensitive to the microorganisms في ستريبتو كوكس مثلا اللي بتكون موجودة مثلا في الأماكن اللي منتشر فيها الاستخدام الخاطئ للأنتي ميكروبيل أجنز نفس السلسابتو كوكس اللي موجودة هناك هاي السلسابتو كوكس رح تنشأ في وسط في استخدام خاطئ للأنتي ميكروبيل أجنز فهذا الوسط هاي البيئة اللي نمت فيها السلسابتو كوكس نومونيا رح تؤدي إنه هاي رح تتطور resistance هلأ هاي السلسابتو كوكس اللي موجودة هناك بهذه المنطقة الموبوءة موبوءة من خلال إنها استخدام خاطئ للأنتي ميكروبيل أجنز لو قرنتيها مع السلسابتو كوكس موجودة في منطقة ليس فيها استخدام خاطئ للأنتي ميكروبيل أجنز هو فعليا المقاوم يختلف جينيا عن sensitive فلهذا السبب من ضمن الطرق الحديثة للتعرف على أو للإجابة هل البكتيريا resistant or sensitive to the antimicrobial agents ممكن يطلعوا على الجينات تبعتها لأنه في بعض الجينات اللي هي الجينات المقاومة إذا كانت هالجينات المقاومة موجودة داخل الجينات تبعت المايكرو أورغانزم أو البكتيريا فرح يستنتجوا أنه المايكرو أورغانزم مهما كان الاسترين تبعه فهذا المايكرو أورغانزم is resistant to the drugs في يعني in general أنا ثمت سؤالي فبحاول أعطيكي أكمل إجابة الإجابة الأولى أنه نفس الاسترين نفس الاسترين مثلا إشيليشا كولاي إشيليشا كولاي أو streptococcus streptococcus ممكن واحد يكون فيهم resistance واحد يكون فيهم sensitive طيب هل هم identical جينتيكلي مع أنهم نفس الاسترين لكنهم جينتيكلي they are not identical اللي الresistence بيكون الجينتيكس تبعته مختلف عن الجينتيكس تبعت السينسيتيف مش عارف إذا وصلت لك المعلومة الله تمام وصلت دكتور شكرا تمام الله حقيكي يا الله اسم تمام مين في عنده كمان أسئلة تفضلوا والله هو سؤال سابق لي أوانو سابق لأوانو شكرا بيحكوا انكم حكيتوا ان المد داخل معنا بالفاينو طيب طيب السنة الماضية كان داخل السنة الماضية لكن استني شوي هذا شوي السؤال سابق لأنه أنت الآن أنا شخصيا هو ليس قراري فقط لكن قرار كل اللي درسوا المادة لكن أنا شخصيا شايف أن مادة المد شوي كبيرة يعني أنتم ما أخذين الـ Autonomic Nervous System يعني مادة ما بعد المد Autonomic Nervous System والـ Antimicrobium هم زخمة نحن لساتنا أول محاضرة فيعني لو علي أنا بحاول إني أقلل كتير مادة المد لكن استنوا استنوا شوي يعني بيعطيكم العافية إذا ما في عندكم أي أسير يعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم على خير معلش هذا الأسبوع بس هذا الأسبوع كانت فيه شوية لخبطة فإن شاء الله من الأسبوع الجاي إن شاء الله نشوفكم بالجامعة بإذن الله أطيك العافية دكتور الله يعافي